اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما بالنسبة لباقي المناطق تستمر للاجواء مستقرة ولا توجد اي فرصة لهطول زخات الامطار نعود لخراج توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الأربعاء إلى يوم السبت لاحظ استقرار على درجات الحرارة درجات الحرارة تكون حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام تكون أربعينية في المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية في آخر ثالثينيات في المنطقة الشمالية تكون أيضا أربعينية في منطقة تهامة مكة وأيضا على سواح البحر الأحمر لكن تكون الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية العالية من المنطقة الجنوبية الغربية حيث تكون في أواصل العشرينيات نذهب الآن إلى العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يسوى التقصدار لبنصافي مع سبع عشرين درجة مئوية أما بالنسبة لتوقعات الجوية للعاصمة الرياض لثلاث أيام القادمة يوم الخميس 41 درجة مئوية كحرارة عظمى 27 كحرارة دنيا الجمعة ترتفع قليلا درجات الحرارة 43 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى أما الصغرى 30 ونفس الحرارة متوقعة يوم السبت في نهاية نشراتي نستعرض وإياكم هذا الفيديو من سلطنة عمان حيث شهدت ولاية نزوة في سلطنة عمان أمطارا غزيرة تسببت تشكل السيور التي أغرقت الشوارع والسيارات وفق ما أظهر عدد من الفيديوهات المصورة التي نشراها المواطنون في هذا الفيديو ننهي نشراتنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة